اشتركوا في القناة سوف نبدأ بأول حصة وهي مراجعة دروس سنة الثانية بالضبط سندرس قانون العروات وقانون الأوم فلنبدأ على بركة الله وحفظه أولاً علاقة قانون العروات بقانون الأوم مثل علاقة تطبيق ماسنجر بتطبيق فيسبوك ففي تطبيق الماسنجر تستطيع استقبال الرسائل وفي ناس الوقت تستطيع إرسال رسائل لكنك لا تستطيع مشاهدة منشورات أصدقائك أما في تطبيق الفيسبوك تستطيع نشر على يوميتك ورؤية منشورات أصدقائك وشيرة أمور من المتجة لكنك في نفس الوقت لا تستطيع استقبال رسائل أصدقائك أو إرسال رسائل لأصدقائك فهنا نقول أن فيسبوك هو مكمل لتطبيق ماسنجر تطبيق ماسنجر مكمل لتطبيق فيسبوك مثل ما نقول قانون العروات مكمل لقانون أوم ففي بعض الأحيان عندما تبدأ بالقانون العروات ستحتاج إلى قانون أوم وعندما تبدأ بقانون أوم ستحتاج إلى قانون العروات أولا نبدأ في قانون العروات لكي نحقق قانون العروات لا بد لي أن نحقق عدة شرط الشرط الأول يجب أن تكون دارة مغلقة بهذا الشكل أما شرط الثاني فيجب عليه تعيين الاتجاه الاستطلاحي للتيار فهو من قطب الموجب إلى قطب السالب ثالث شيء وهو تعيين استقطابية استقطابية المولد دائما تكون مع اتجاه الاستطلاحي للتيار أما استقطابية باقي العناصر الكهربائية فتكون عكس التيار بهذا الشكل كما تلاحظ R1 استقطابيتها عكس التيار واستقطابية R2 كذلك تكون عكس التيار ثم نقوم بتطبيق قدر العروات وهو مجموع الجهود في دار المغلقة يساوي السفر بشرط ما هو هذا الشرط الاستقطابية التي تسير العروة تأخذ مقدار موجب أما الاستقطابية التي تعاكس سيرولة العروة فتأخذ مقدار سالب فهنا نلاحظ أن VCC مع اتجاه العروة فهو موجب أما VR1 عكس اتجاه العروة فيأخذ مقدار سالب أما VR2 كذلك عكس العروة فيأخذ مقدار سالب إذن مجموع الجهود في دار المغلقة يساوي السفر إذن VR1 ماذا تساوي؟ VR1 تساوي VCC ناقص VR2 أما VR2 ماذا تساوي؟ تساوي كذلك VCC ناقص VR1 وكما تلاحظون أن قانون العروات يشبه تلك السيارة التي تدخل طريق السيار عن طريق المحول فهذا المحول يسهل لنا الوصول إلى طريقة السيار أولا نبدأ في تمارين الأول ففي تمارين الأول طلب مننا حساب الجهد بين طرفين مقاومة VR2 في دارة تحتوي على ثلاث مقاومات فرجعنا عزيزي الطالب إذا ظهر لك هذا الرمز فقم بإيقاف الفيديو ولا تنظر إلي بهذا الشكل فحاول في هذا التمرين وعند انتهام المحاولة اضغط على تشغيل وسحح أخطائك نبدأ في مناقشة التمرين 1 طلب مننا حساب الجهد بين طرفين مقاومة VR2 عندما نستخدم قانون أوم لا يساعدنا قانون أوم لأن VR2 يساوي VR2 في التيار الذي يشجز هذه المقاومة VR2 مجهولة والتيار مجهولة ففي هذه الحالة نستعين بقانون العروات ما هي شرط قانون العروات؟ أولا نبدأ بتعين اتجاه الاستلاحي للتيار فهو اتجاهه من قطب الموجب إلى قطب السلب ثانيا يتم تعين استقطابية مولد الجهد فهي دائما مع اتجاه التيار أما العناصر المتبقية من عناصر كهربائية فاستقطابيتها دائما وأبدا تكون عكس التيار بهذا الشكل بعد تعين الاستقطابيات نعين اتجاه العروة إما يكون في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة كما يحلو لك عزيزي الطالب فأنا اخترت اتجاه عقارب الساعة ثم نبدأ بكتابة العبارة مجموع الجهود في الدارة المغلقة يساوي السفر الاستقطابية التي تساير العروة تأخذ مقدار الموجب والاستقطابية التي تعاكس العروة تأخذ مقدار السالب كما تلاحظون VCC موجب أما VR1 عكس الاستقطابية يكون سالب VR2 عكس الاستقطابية يكون سالب وVR3 عكس الاستقطابية يكون سالب كلهم يساوي السفر سؤال طلب مننا حساب VR2 عندما نأخذ VR2 إلى طرف ثاني كان سالب فيصبح ذو مقدار موجب إذن VR2 ماذا يساوي؟ يساوي VCC ناقص VR1 ناقص VR3 ثم نطبق عدديا إذن VR2 ماذا يساوي؟ يساوي 12 ناقص VR2 ناقص VR3 اللي هو 4 فولت إذن VR2 ماذا يساوي؟ يساوي 6 فولت أتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة نذهب إلى تمرين رقم 2 في هذا التمرين طلب مننا حساب الجهود بين طرفين مقاومة VR3 لهذه الدارة كما تلاحظون أن هذه الدارة مختلفة قليلاً عن الدارة الأولى وتسمى هذه الدارة بمخطط النظري أو مخطط المبدأ عزيزي طالب أتمنى أن توقف الفيديو وراك عاجبني بزاف وراك ماشي مليح مدام حل التمرين اللول بإذن الله راح تحل التمرين الثاني وبإذن الله راح تحل التمرين الثالث وبإذن الله راح تخرج فرحان ففرحان وفرحان الآن نبدأ في معالجة تمرين الثنين ففي تمرين الثنين طلب مننا حساب الجهود بين طرفين مقاومة A3 إما نستعمل قانون أوم VR3 يسوي R3 في التيار كما تلاحظون أن A3 مجهولة وبالتالي قانون أوم لن يساعدنا في هذه الحالة نلجأ إلى قانون العروات في قانون العروات أولاً يجب علينا تعيني اتجاه استلاحي للتيار من قطب الموجب إلى قطب السالب ثانياً يجب علينا استخراج استقطابيات العناصر الكعربائي استقطابية مولد الجهد دائماً تكون مع اتجاه التيار أما باقي الاستقطابيات المقاومات فستكون عكس التيار بهذا الشكل ثم نرسم عروة إما باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة كما يحلو لكم فأنا استخدمت هذه المرة عروة باتجاهها عكس عقارب الساعة فمجموع الجهود في الدارة المغلقة يساوي السفق كما تلاحظون أن العروة تساير مصدر جوت VCC وتعاكس VR1 و VR2 و VR3 إذن من العروة لدينا VCC تساير العروة موجب أما باقي الاستقطابيات فهي سالبة إذن VCC ناقص VR1 ناقص VR2 ناقص VR3 يساوي السفر إذن VR3 ماذا تساوي؟ إذن VR3 تساوي VCC مصدر الجهد ناقص VR1 ناقص VR2 وبتطبيق العدد نلاحظ أن VR3 تساوي 24 ناقص 2 ناقص 8 إذن VR3 تساوي 14 فولت أتمنى أن تكون إجابتكم صحيحة إن شاء الله عزيزي الطالب مدام وصلت للـ 83 تأكد تأكد باللي عندك قابلية كبيرة وثاني حاجة عندك إيرادة قوية ونتمنى أن زملائك كامل يكونوا كمانتيا مدام وصلت للـ 83 ففي 83 عزيزي الطالب طلب مني حساب الجود بين الطرفي مقاومة R1 وكما تلاحظون أن هذه الدارة تحتوي على عروتين بنفس الطريقة قم إيقاف الفيديو ولا تبقى تنظر فيه بهذا الشكل وحاول في التمرين ومن بعدك تكمل مشي الفيديو وشوف الحل تاك أسكو صحيح ولا لا لا وتمنى من الله أن يكون حلك إن شاء الله صحيح الآن نبدأ في حل 83 طلب مننا حساب الجود بين الطرفي مقاومة R1 نبدأ بقانون OM كما تلاحظون أن VR1 يساوي R1 في التيار الذي يجتزها تيار مع انديش والمقاومة مع انديش إذن قانون OM في هذه الحالة ما يساعدنيش مدام ما ساعدنيش قانون OM نلجأ إلى قانون العروت نعين إتجاه إتجاه إصطلاحي للطيار وهنا أعطيكم طريقة اللي خدمتوا بها كامل نتأكد بلاك 98% كامل نخدمه بهذه الطريقة هل سنبدأ بها من بعد نعطيكم طريقة أسهل من طريقة الأولى نبدأ في الطريقة الأولى كامل عينتوا استقطابية عروة هذه لكتوا بهذا الشكل ومن بعد هدرتوا إتجاه العروة مع عقارب الساعة ومن بعدها خرجت العبارة لاحظت بلي VCC مع الإتجاه موجبة VCC ناقص VR1 ناقص VR2 ناقص VRت3 ومن بعدها خرجت عبارة VR1 ماذا تسوي تسوي VCC ناقص VR2 ناقص VR3 من بعد وشدقتوا ومرأتوا VR1 ماذا تسوي 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 ناقص 4 ناقص VR2 وقيت بلي VR2 مجهولة في هذه الحالة لجأتم إلى العروة الثانية بهذا الشكل نعين استقطابية لازم تكون عكس الطيار وبعدها نعين عروة بإتجاع قرب الساعة ونسميها عروة 2 من عروة 2 ماذا لدينا؟ لدينا VR 2 تساير العروة فهي موجبة ناقص VR 4 عكس العروة فهي سريبة ناقص VR 5 تساوي 0 وبعدها خرجت لقيمة VR 2 VR 2 ماذا تساوي؟ تساوي VR 4 زي VR 5 بعدها طبقت عددياً لقيت باللي VR 2 تساوي 4 زي 3 وتساوي 7 فوت من بعد VR 2 عودتها في المعادلة رقم 1 ولقيت باللي VR 1 تساوي 1 فوت مدام صلت الـ 1 فوت رأيكم تمشون في طريقة صحيح الطريقة الثانية وهي طريقة أسهل كما تلاحظون أن لدي العروة الأولى والعروة الثانية وكذلك توجد لدي العروة الثالثة كما لونتها لكم باللون الأخضاء هذه كذلك تسمى عروة لاحظوا معي VCC معلومة VR 3 معلومة VR 5 معلومة VR 4 معلومة VR 1 معلومة إذن هذه العروة تسهل لحساب VR 1 مباشرة وبدون معدلات أخرى إذن أولا نعين استقطابة استقطابة VCC مع التيار استقطابة VR 1 عكس التيار VR 4 عكس التيار VR 5 عكس التيار VR 3 عكس التيار إذن مجموع الجهود في دارة مغلقة يساوي صفر كما تلاحظون VCC تسير العروة إذن VCC مقدار موجب نقص VR 1 نقص VR 4 نقص VR 5 نقص VR 3 عكس العروة ومنه VR 1 يساوي VCC نقص VR 4 نقص VR 5 نقص VR 3 وعند التطبيق عددي VR 1 تساوي 12V اللي هي VCC نقص 4 اللي هي VR 4 نقص 3V اللي هي VR 5 نقص 4V اللي هي VR 3 إذن في النهاية VR 1 تساوي 1V شكرا لكم على المشاهدة إلى حصة قادمة إن شاء الله شكرا لكم على المشاهدة